السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس تركيب الجمل للمبتدئين باللغة الإسبانية في هذا الدرس سنتعلم كيفية تركيب الجمل عن طريق ملاحظة الصور وذلك في زمن الماضي الحاضر والمستقبل هذا الدرس سيكون بطريقة تفاعلية بحيث سأترك لك بعض الثواني للتفكير قبل أن أعطيك الجواب هذه الطريقة سوف تساعدك على تركيب الجمل بطريقة سهلة ولوحدك اكتب جوابك في تعليق أو أحضر ورقة وقلم وحاول أن تركب هذه الجمل انتلاقاً من الأسئلة التي سوف أطرحها عليك من خلال ملاحظة الصورة إذن هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ الدرس الآن قبل أن نبدأ إذا كنت جديد في القناة وكنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة وسريعة اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس إذن أصدقائي من خلال هذه الصورة نرى أن هناك سيدة تنشر الملابس على حبل الغسيل جيد إذن كيف أقول الملابس باللغة الإسبانية؟ فكر معي قليلاً جيد لاروبا ولنفترض أن هذه السيدة هي أمي إذن كيف نقول الأم باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد مادري مادري وإذا أردت أن أقول أمي كيف أقول إذن؟ فكر قليلاً جيد مي مادري مي مادري جيد وإذا أردت أن أقول هي تنشر يعني هي تنشر الملابس كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد هو فعل تندير هو فعل غير نظامي جيد مي مادري يعني أمي تنشر الملابس وإذا أردت أن أقول على حبل الغسيل كيف أقول إذن؟ فكر قليلاً جيد أمي تنشر الملابس على حبل الغسيل ومن خلال هذه الصورة فنحن نلاحظ أن هناك كلب ينبح إذن أصدقائك فأقول الكلب باللغة الإسبانية فكر قليلاً جيد البرو البرو وإذا أردت أن أقول ينبح أو هو ينبح كيف أقول إذن؟ فكر قليلاً جيد لادرا لادرا فعل لادرار مصرف الحاضر البرو لادرا الكلب ينبح وإذا أردت أن أقول الكلب ينبح كثيراً إذن كيف أقول كثيراً باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد موچو موچو البرو لادرا موچو البرو لادرا موچو إذن أصدقائي في هذه الصورة نلاحظ أن هناك قاعة السينما إذن كيف أقول السينما باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد ثني ثني وإذا أردت أن أقول البارحة البارحة كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد ايير ايير وإذا أردت أن أقول البارحة ذهبت البارحة ذهبت هنا أستعمل فعل ذهب يذهب في زمن الماضي لكن أي نوع من الماضي أستعمل؟ لأن هناك عدة أنواع من الماضي لكن أصدقائي لاحظوا معي كلمة ايير فهي دائماً يرافقها نوع محدد من الماضي إذن فكر قليلاً جيد ايير فوي ايير فوي هنا نستعمل فعل إير مصرف في اليندفينيذو هو هو فعل غير نظامي إذن إذا أردت أن أقول البارحة ذهبت إلى السينما كيف أقول إلى السينما؟ فكر قليلاً جيد أل ثيني أل ثيني هنا أل هي عبارة عن حرف جر أ زائد يعني أذات التعريف أل وعندما تأتي أ زائد أل تعطينا أل جيد وكيف أقول كلمة أصدقاء باللغة الإسبانية؟ فكر معي قليلاً جيد أميغوس أميغوس موي بيان وإذا أردت أن أقول أصدقائي كيف أقول إذن؟ فكر قليلاً جيد ميس أميغوس ميس أميغوس وإذا أردت أن أقول مع أصدقائي كيف أقول إذن؟ فكر قليلاً جيد كون ميس أميغوس كون ميس أميغوس أير فوي الثيني كون ميس أميغوس أير فوي الثيني كون ميس أميغوس البارحة ذهبت إلى السينما مع أصدقائي إذن في هذه الصورة نلاحظ أن هناك فتاة ولديها شعر طويل إذن كيف أقول الشعر باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد البيلو البيلو وإذا أردت أن أقول شعر طويل إذن كيف أقول طويل باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد لارغو البيلو لارغو جيد وإذا أردت أن أقول فتاة باللغة الإسبانية؟ كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد تشيكا تشيكا وإذا أردت أن أقول هذه الفتاة كيف أقول؟ جيد استا تشيكا استا تشيكا وإذا أردت أن أقول من قبل أو سابقاً كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد أنتس أنتس وإذا أردت أن أقول كان لديها شعر طويل أو كانت تملك شعراً طويلاً؟ هنا أستعمل فعل الملكية لكن في زمن الماضي كما قلنا سابقاً هناك عدة أنواع من الماضي لكن لاحظوا معي كلمة أنتس فهي دائماً يرافقها نوع محدد من الماضي إذا عندما أقول أنتس فأنا لا أحدد المدة الزمنية في الماضي ولهذا نستعمل يعني نوع خاص من الماضي فكر معي قليلاً كيف أقول كان لديها أو كانت تملك جيد تنية هنا أستعمل فعل تنير في زمن البرتيرتو إمبرفكتو إذا أنتس يعني في السابق أو سابقاً هذه الفتاة كان لديها شعر طويل أو كانت تملك شعر طويل إذن أصدقائي في هذه الصورة نرى أن هناك فتاة لديها الكثير من العمل إذن كيف أقول العمل باللغة الإسبانية؟ فكر معي قليلاً جيد وإذا أردت أن أقول الكثير من العمل كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد وإذا أردت أن أقول اليوم باللغة الإسبانية كيف أقول اليوم؟ فكر قليلاً جيد أوي وإذا أردت أن أقول اليوم كان عندي الكثير من العمل اليوم كان عندي الكثير من العمل إذن هنا سوف أصرف الفعل في زمن الماضي يعني كان عندي يعني فعل الملكية في الماضي لكن أي نوع من الماضي؟ لكن أي نوع من الماضي؟ واحد معي كلمة أوي هذه الكلمة دائماً يرافقها يعني نوع محدد من الماضي إذن كيف أقول اليوم كان عندي الكثير من العمل فكر قليلاً جيد أوي he tenido mucho trabajo أوي he tenido mucho trabajo هنا استعملنا في التنير في زمن el pretérito perfecto compuesto لأن دائماً كلمة أوي يرافقها هذا النوع من الزمن pretérito perfecto composto سوف أضع لكم روابط هذه الدروس الخاصة بزمن الماضي حتى تعرفوا يعني متى نستعمل كل واحد من هذه الأزمنة إذن أصدقائي هذه الصورة هي لمدينة باريس وإذا أردت أن أقول باريس أو مدينة باريس باللغة الإسبانية كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد باريس 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 وإذا أردت أن أقول السنة باللغة الإسبانية كيف نقول السنة؟ فكر قليلاً جيد إلانيو 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 وإذا أردت أن أقول السنة المقبلة كيف أقول المقبلة باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد إلانيو إلانيو بيأخير 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 وإذا أردت أن أقول إلا باريس سوف أقول أباريس 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 إلانيو إلانيو كيف أقول هذه الليلة أو هذا المساء؟ كيف أقول إذن؟ فكر قليلاً جيد إستانوتي إستانوتي وكلمة المنزل باللغة الإسبانية كيف نقول لها؟ فكر قليلاً جيد كاسا كاسا وإذا أردت أن أقول في منزل كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد إن كاسا إن كاسا وإذا أردت أن أقول في منزل والدي في منزل والدي كيف أقول؟ جيد إن كاسا ديميس بادرس إن كاسا ديميس بادرس وإذا أردت أن أقول هذه الليلة سوف نتناول العشاء هذه الليلة سوف نتناول العشاء في منزل والدي كيف أقول إذن؟ سوف نتناول العشاء هنا نستعمل فعل يعني تعشى أو تناول العشاء في زمن المستقبل الفتورو إذن كيف نقول؟ فكر قليلاً جيد إذا أصدقائي كما العادة سأترك لكم جملة لكن هذه المرة باللغة العربية وأنتم سوف تكتبونها باللغة الإسبانية أكتب إجابتك في تعريق وسأرى هل أجبت بشكل صحيح أم لا إذن الجملة هي على الشكل التالي أريد أن ألعب مع أصدقائي أريد أن ألعب مع أصدقائي إذن أصدقائي إذا أعجبكم الدرس لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة إذن إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء